اشتركوا في القناة ببيع مازوت اوقفني وهو يملأ الخزان والبربيش بيد والسكر بيد وقال شو بتشتغيل؟ فلما قلت لهم لا تقرفوا كاتب أجابني باطمأنان معناها بدك فنجان قهوة وسيجار ودفا ووجه حسن وأكمل بعد جملته اليقينية مشوار إرسال المازوت من وطنه التاسع طنبر المازوت إلى وطنه العاشر خزاني وفكرت أنه على حق فماذا يحتاج الكاتب غير هذا حقا؟ بس يا ريت بدل السيجار سيجارة وبالنسبة للدفء أو الدفا يا رفيق فنعمتي الشخصية هي التأمل تحت المياه الساخنة وحلمي أنه يكون عندي بانيو أنقله معي كلما غيرت بيتي أستلقي فيه أتحدث من تحت الرغوة السينمائية على الموبايل فوق نجوم وتحت رمال صحراء وأنا مسترخن في ماء وبعدها حسب السوء بتسوء إذا الجو ساخن برد المي وإذا الجو بارد سخنه وحصال على نعمة جديدة هي نقيض الدفا البرد أو البوردة ومتى تشتاق إلى البرد إلا عندما تغلي أوصالك تحت لهيب شمسك الحبيبة تعاقبك كأنها تمرمط فيك حتى أنها بتشلحك أوعيك وإلى المنزل الذي لا تطيق بترميك لكن نعمة الدفء أقوى بكتير ولك أن تتخيل الزمهرير أن تتخيل عندما تتكسر الأصابع وتتجمد الأطراف وتستقر ركب بالأسنان عندما تتدثر بالبطانية التي ينازعك عليها أخوك أو ربما أختك فهل تتخيل ذلك وأنت في أز الدفا تخيل لأنك إذا تخيلت البرد الروسي العجيب أو برد السكندنافيا الغريب لعرفت قيمة الدفء الذي عندك قيمة شمسك الصاطع التي لا يراها سكان الشمال إلا في المناسبات تماما كما نحن عليه بس بالعكس برد شمس والمطر ما حن بعد صرنا برأس الشهر الأخير من العام بدون زخة حتى حتى أن بونات الموازوت لم تطل برأسها من درج المكتب تبع الحكومة كأنه بتعرف أنه ما صار وقته لسات ما بالصيف لكن البرد يا عزيزتي البوني هجم صحيح ما في مطر ولا ترج بس برد بقص البسمار كيف بدنا نثبت لك تكتكاتنا البردية كي تعرفي أن أوانكي قد آن وأما الوجه الحسن فهو الإلهام صدقت يا بياع المزوت صدقت يا صديقي الشتوي أعتبك على اللي بتذكر اسمك بالصيف فعلا كأنه هالغنية تبع اسمي نسمي بأز الصيف بالصيف بتعرف اسمي كاتبة واحد مو بياع مزوت أنت اسمك شتوي بخزنو على الدفاتر بالشته بتجيك الاتصالات كله بيحبك كله بيعزك وبالصيف بتنام سبات صيفي طويل طول صيفنا كما يليق ببيع مزوت بناشر الدفة بمعالج العظام التي تستك ومداري الأصابع المتيبسة وظهور الأكفة المقشبة طال سباتك هذا العام طال انتظارك وطال بناء الانتظار الحكي إيام زمان كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي اشتركوا في القناة